تعرفين مبارح كان نادي العين الاماراتي كان بيتدرب فيه في الامارات يعني في العين وبعد كده توجه للمطار اللي عيبة توجهت الساعة 9 بتوقيت دبي 8 بتوقيت مصر عشان يستقلوا الطيارة تطلع بيهم الساعة يعني بعدها بساعة ونص على حاجة يكونوا طيرين الساعة 10 ونص بتوقيت الامارات يعني 9 ونص بتوقيت مصر فوصلوا قعدوا حوالي اكتر من 5-6 ساعات في المطار والطيارة الخاصة بتاعتهم كان فيها عطل وبعد كده قرروا يغيروا الطيارة الخاصة بطيارة تانية لغات ما وصلوا تقريبا 6 ونص أو 7 الصبح كان في استقبالهم طبعا اعضاء مجلس ادارة نادي طبعا ساز الجرحي عضو مجلس ادارة نادي الاهلي الكابتن سامير عدلي طبعا يعني كانوا استقبال جيد جدا محمد سراج يعني كل مدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي كلهم كانوا في استقبال بعثة نادي العين يعني حتى كمان لو كانت الوصول كان 6 ونص أو 7 الصبح يعني كان الوصول مفروض على الساعة واحدة بالليل وكده لكن وصول كان 6 و7 الصبح ولكن وفد رسمي من قبل طبعا النادي الاهلي وده يدل على يعني ترحيب وقيمة النادي وقيمة البلد الامارات بيتم استقبالها استقبال رسمي من كل اعضاء النادي الاهلي مع اعضاء مجلس الادارة ترجمة نانسي قنقر